ووجه خوف النبي موسى لماذا خاف؟ ولماذا سلط الله الضوء على هذه النقطة على خوف النبي موسى في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة عدة مرة سؤالان لماذا خاف؟ السؤال الثاني هل سخاف؟ لا يخالف؟ لماذا الله تبارك وتعالى يسلط الضوء على هذه النقطة ويكررها في القرآن أو في الروايات الشريفة عن لسان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا؟ أجبنا بعض الأجوبة عن السؤال الأول في السنة السابقة وهناك أجوبة أخرى أيضاً تطلب من كتب التفاسير أما لماذا التسليط على هذا الجانب من حياة النبي موسى؟ وعلى هذه الحالة حالة الخوف بشكل عام الله تبارك وتعالى حينما يتحدث عن الأنبياء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام يسلط الضوء على بعض جوانبهم البشرية وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ حالة العجلة لا تحرك به لسانك لتعجل به حالة السرعة والعجلة أو الخوف فأوجس في نفسه خيفة موسى أو في قضية النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها تسليط على هذا الجانب الضعف البشري لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لهج حادة جدا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلة أو نصيرة تسليط الضوء على هذه الجوانب إلى عدة أسباب بشكل مختصر بشكل مجمل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يملكون قدرات خارقة تفوق قدرة البشرية يأتون بالمعجزات المبهرات الناس يشعرون بضعف لا حدود له أمام هذا النبي الذي يخرج من قلب الجبل ناقة أي معجزة صارخة معجزة قوية هذا إنسان عادي إذا كان بشرا ما كان يقدر يجيب مثل هذه مثل هذا العمل ما يقدر يأتي به مثل هذه المعجزة ممعقول عقولهم متستوعب انشق القمر يشوفون انشق القمر وقطع من القمر نزلت إلى الأرض فما يقدرون يحللون هذا الموقف فيضطرون أو ينتهي بهم الأمر إلى نسبة الألوهية للأنبياء هذا الإنسان اللي يقدر يقوم بهذا العمال يأتي بهذا الخارق هل هو بشر؟ استحيل هذا مبشر هذا إله هذا هو الذي خلقنا بعض الناس هكذا يشعرون بالضاعف عقولهم ضعيفة من يقدر يحلل هذا العمل من يقدر يحلل هذا الموقف فينتهي به الأمر إلى نسبة الألوهية للنبي صلى الله عليه وآله أو لسائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لذا الله تبارك وتعالى يخاطب النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ويقول له يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت قلت لهم النبي عيسى يجاب لا أنا ما قلت لهم هذا إن كنت قلته قلته فقد علمته الله يسلط الضوء على الجوانب البشرية للأنبياء حتى يخفف من هذا الانجذاب نحو الغلو هذا لبشر قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن شنو يحائله طبعا الملاحظ أنه في الآيات التي تتحدث عن جانب من جوانب بشريتهم الله فورا يلحقه قبل أو بعد يتقدمه أو يلحقه بشنو بكلام يبين الفارق بينهم وبين البشر ولقد همت به وهم بها لولا هذا اللي يبين الفارق لولا أن رأى برهانة ربه ولولا أن ثبتناك إحنا ثبتنا لقد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا أيها البشر أيها الناس هؤلاء الأنبياء على عظمتهم على جلالتهم على علو مقامهم وهم أفضل البشرية على الإطلاق بلا منازع الأنبياء ثم الأوصياء هؤلاء بشر مثلكم أكو فارق بينكم وبينهم يوحى إليهم ثقتهم بالله ارتباطهم المباشر بالله تبارك وتعالى يفوق سائر البشر قدرتهم إعجازهم إنما هو من الله تبارك وتعالى فلا تنسبون لهم الألوهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر